دشنت المقاومة الوطنية عبر خلية الإنسانية مشروع إغاثة جديد لمدريات تعز المحررة في الساحل الغربي بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واستهدف المشروع في تعز النازحين والأسر الأشد فقرا في مدريات المخوى ذباب الوازعية وموزع لضمان تدفق المساعدات الإغاثية لمستحقها وكانت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية وبحضور السلطات المحلية دشنت مطلع شهر الجاري مشروعا مماثلا في المدريات والمناطق المحررة بمحافظة الحديدة